الشكوك تحيط ببرنامج تمديد خفض الضريبة على مداخل 160 مليون موظف أمريكي نتيجة المعارضة الشديدة التي يبديها أعضاء مجلس النواب الجمهوريون الرافضون لتمديد الخفض بشهرين الذي أقره مجلس الشيوخ في عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة ولا يزال أمام الديمقراطيين والجمهوريين أقل من أسبوعين لتسوية هذا الخلاف وإلا فإن نسبة الضرائب التي يدفعها الموظفون الأمريكيون لبرنامج التقاعد ستردفع في الأول من يناير كانون الثاني القادم من 4.2 إلى 6.2% من غير المقبول أن يحجم الكونغرس عن تمديد خفض الضريبة للطبقة المتوسطة لما تبقى من العام هذا يجب أن يكون إجراءا ويجب أن يحدث بطريقة غير مأساوية ويرى خبراء الاقتصاد أن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول كيفية تغطية تكاليف تمديد خفض الضريبة على الدخل قد يؤدي إلى تراجع إنفاق الأمريكيين ما يهدد بانزلاق الاقتصاد إلى الركود ترجمة نانسي قنقر